استدام أطرب توك توك في سوهاج ومصرع عامل وإصابة آخر خبر بيقول لقى اليوم عامل مصرع وقصيب شخص آخر بجروح وقصول متفرقة في الجسم بسبب استدام قطار أسباني بعربية توك توك يستقل لها الضحية والمصاب أثناء عبرها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور لقى لواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزرية الداخلية مدير أمن سوهاج اختار من مأمور مركز شرطة المراغة بورود محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بأنه أثناء مرور القطر الأسباني سوهاج القاهرة لاحظ السائق القطر عبور توك توك على الخط النازل بالحارة المخلفة من غرب إلى شرق أثناء غلق المزلقان من مكان غير معدل العبور مما نتج عنه دهس القطر العربة التوك توك فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية وضباط المباحث وتبين أن الحادث نتج عنه مصرع أحمد ألف 32 سنة عامل ويقيم بدايرة مركز المراغة وإصابة منصور عين 49 سنة بجروح وكسور متفرقة بالجسم تم نقل الجصة والمصاب لمشرح المستشفى المركزي وجاري وتحرر محضر بالواقعة وجاري طبعا تحريات النيابة الله يرحمه ويحسن إليه ويشفى المصاب بإذن الله